العلاقات السودانية المصرية والتي تمثل عمقاً استراتيجياً لشعبي وادي النيل مصر والسودان من واقع التواصل والتداخل يجسده الناقل النهري عبر ميناء الشهيد الزبير محمد صالح بوادي حلفة والذي يشكل بدوره مرتكزاً أساسياً للحركة التجارية بين البلدين الحقيقة بدل العمل في 2002 بصورة متزايدة مستمرة كان في البداية الميناء بتستقبل حدود 18-16 مع عون في الشهر حالياً بتستقبل قريباً 45-49-55 مع عون في الشهر من بواقر على صناد البضايع عامة مختلفة وحالياً نحسن على البخرة سيناء الآتية من السد العالي تحركت مبارح في حوالي الساعة السابعة من سنة وسطنا في حوالي الساعة 12 ونص دهراً اللي بتاخد مسافة زمن 17 ساعة مبحرة من السد العالي لمدينة وادي حلفة الميناء من ناحية تجيزية حالياً بيستقبل مختلف الموعين الموجودة وعندي موعين أطوالي بتراوح بين 64 طولاً وأصغر الموعين عندي في حدود 35 أو 40 متر طول المرابطة الموجودة بتستوعب كل الموعين اللي بتجيز من السد العالي هذه التظاهرة الاجتماعية والتي تتكرر مرتين كل أسبوع تمثل رمزاً للتواصل وديبلوماسية شعبية في كامل صورتها لا تعترف بحدود ولا تقر بحواجز وإنما تبقى على حالها على اختلاف الزمان وتتابع الأجيال أنا من أبناء أسوان لكن الميلاد النشأة كانت في الخرطوم في الحلة الجديدة يعني أنا مصري سوداني سوداني مصري في نفس الوقت وبصراحة يعني بنسافر بالذات أنا بقالي بتاع 30 سنة شغال هنا وحقيقة يعني أنا لو مشيت الخرطوم في الوقت الحالي أتخاذ ليس عارف السودان كله لأنه كل أسبوع بنلاقي مجموعات ما شاء الله تعرفنا بهم أسر كبيرة وشباب ما شاء الله وفي تواصل يعني مصر والسودان يعني بالذات أسوان محافظة أسوان حالي محافظة أسوان وحلفة والسودان عامة أحنا تقاليدنا وعاداتنا حتى اللغة كمان يعني أحنا فيه كنوز وفيه محاسب نقولهم الفجيكة يعني فيه تواصل وفيه يعني أحنا ما أولاد عمو بس فيه حسب والنسب وكل يعني أحنا اللي هنا في السودان زي ما فيه أسوان يعني يعني أحنا ما بنقول أحنا مصر ولا سودان أحنا بنا دولة واحدة ومحافظة واحدة يعني بنعتبر أسوان وحلفة والخرطوم دي محافظة واحدة وأصلا كمان يعني مصر سودان أصلا كانت دولة واحدة زمان طبعا إن فصلوا بعدك بعدما استعمار الإنجليزي بعدما طلع خيروا السودان إذا كانوا تفقوا مع مصر ولا لا فقالوا لا نفي قيادة المرحوم إسماعيل الأزهري قالوا لا نحنا نستخل وطلعوا بالسودان وإحنا من ساعتها يعني من ما ربنا خلق السماء والأرض مصر السودان دي دولة واحدة إن شاء الله بإذن الله تعالى تكوين هذه البحيرة على هذه الشاكلة ترتبت عليه آثار متباينة من شأنها أن تعمل على خلق فرص إضافية على حال المدينة وسكانها من واقع ما تزخر بها البحيرة من ثروة سمكية وسياحية علاوة على أنها تشكل نقطة تلاقي الشعبين المصري والسوداني في البحيرة طبعا ازدياد المياه بعد غرق منطقة وادي حلفة وهذه الازدياد تأثرت في تكوين السروة السمكية بالإضافة إلى أنها تغير مثلا من أساليب المراكب أو الموعين المستعملة لأنها تكون منطقة شاسعة كبيرة من ناحية المساحة المائية وطولة تقريبا من وادي حلفة إلى ميناء السد العالي تقريبا تلتمائة سبعين كيلو ميل بحري فهذه البحيرة مهمة تقريبا هتعمل إضافة من ناحية زراعية ومنطقة بتاع التخزين بالإضافة إلى أنه هتكسر من زيارة الزوار في منطقة وادي حلفة بالإضافة إلى أنه الناس هتستفيد من المحيرة دي في مياه الشرب كذلك من الناحية الزراعية كذلك من ناحية السواح كذلك من ناحية كمان هذه زيادة المياه غيرت في تركيب المراكب المستعملة بقد إلى موعين وهتستعمل طبعا قواطس وحاجات ومقاييس محددة حركة الملاحة النهرية والتي تزدهر بوصول البواخر إلى هذا الميناء تسهم في العديد من مجالات التواصل والتناقل الثقافي إضافة إلى أن سلامة الوصول تعني الكثير لسكان وادي حلفة وصول البواخر طبعا جسر التواصل بين شعبي وادي النيل ومؤثرات التواصل طبعا بتأثر في ناحية التناقل الثقافي بالين ارتباط شعبي وادي النيل من ناحية الدبلوماسية الشعبية وغير كده تواصل صلة الأرحام يعني فيه ناس موجودين في السودان ليهم أغارب في جمهورية مصر العربية وفيه ناس في جمهورية مصر العربية ليهم أغارب في السودان وكده فبتشكل حلقة تواصل بين السودان ومصر ثانيا إحياء هذه المنطقة التي تأثرت بمياه السد العالي لذلك يعني عملية كويسة جدا وبتوصل تصل بالصلة الأرحام بين البلدين حركة البحيرة بين المد والجزر توازيها حركة ملاحية مرت بمراحل من التطوير ساهمت في تنامي كميات الوارد والصادر وفي أعداد الركاب باعتبار أن مدينة وادي حلفة تمثل نقطة عبور تنشط فيها التجارة الحدودية مما يجعل من المدينة مركزا تجاريا من شأنه أن يضاعف من حركة الملاحة بالميناء المطلوب أن حركة الملاحة بين مصر والسودان منذ الأزل طبعا في القديم الأزل أصلا كانت مراكب بعد كده تطورت إلى بواخر تشتغل بحاجة اسمها الدولاب وهي كل البواخر اللي كانت شغالة قبل الهجرة كانت بواخر سودانية يعني فيها زي القطارات في السودان فيها بوسطى فيها بوليس سفري فيه إسطلاطور فيه مرتبات تلاتة وستين بعد خلاص السد بقى عمر واقع سحب البواخر إلى داخل السودان منطقة كريمة كوستي الملاحة تعطلت من أربعة وستين شهر ثمانية آخر بواخر هي كانت عبارة عن صناد الجات أخدت المصريين اللي كانوا موجودين في منطقة حلفة لكن المرحلة الأولى بدت من شهر ثمانية أربعة وستين من مرحلة الأولى بتاعت السد الموية بقت تزيد يعني غمرت جزء من الأحياء والنخيل والأراضي الزراعية في الفترة من تمانية أربعة وستين الملاحة كانت واقفة ومن المفترض كان إنه حسب قرار الحكومة العسكرية في الوقت ذلك إنه يزيل وقد تسك حديد من ودي حلفة لغاية نمرة عشرة وربنا أكرمنا وأجاب صورة أكتوبر 21 أكتوبر أربعة وستين بعد كده يعني رجعت دوابين الحكومة العمل وتصادف إنه ثلاثة من أبناء هذه المنطقة كانوا في الحكومة الحكومة الانتقالية بتاع السرر الخطم الخليفة وذهبوا في الوقت ذلك مشو العبد الناصر عادوا الملاحة مرة تانية أشكال التواصل والتلاقي بين الشعبين السوداني والمصري خاصة ما بين حلفة وأسوان وباعتبار أن النسجة الاجتماعية بين الطرفين يعبروا عن العلاقة الأزلية والتاريخية يمتدوا ليشمل العادات والتقاليد والمصير المشترك طبعا بالنسبة للغة حتى إنتم لو ألاحظوا أن اللغة اللهجة مش نوبية أو مصري لا اللهجة مع التواصل السوداني عبر 20 سنة اللغة نفسية بقتحادت عندنا هناك في مصر يقولوا أنت لغتك سوداني طبعا اللغة سودانية المميز يعني فأحنا بالنسبة مش هنتكلم على تواصل النوبة والسودان لأن ده حدود واحدة لغاية النهاردة يعني كشخصنا ما اعترفنا بالحدود اللي حطها أي شيء أو أي دولة أو أي حال لأن السودان ومصر أحنا بنقول أرجين مصري سودانية حلفة مصري سودانية أسوان مصري سودانية أنا عندي شعار بقول لأي واحد زميل سوداني جاي من الخرطوم بيمشي مصر طبعا في القاهرة بنقول لهم أخواننا تمصلوا إلى القاهرة ترجعون إلى أسوان ومشي أسوان وما شاف القرى اللي هي في قرية غرب أسوان الخضرة والنيل والطبيعة يقول ما شاف أسوان ذاتها فأحنا عندنا التواصل ما شاء الله موجودة من أيام جدود جدود جدودنا يعني أنا الوالد يشتغل لغاية الجنوب في البقاء يعني أنا متوارسل لشغل البحر عن الوالد وعن الجد الوالد كان لغاية الجنوب كان بيروح لغاية ملكان كان يشرح لي أنه كان بيروح لغاية ملكان لغاية الجنوب فالعملية متواصلة من الجدود إن نحن نشتغل نفس الشغلانة دي فلا حد دنيوي يحدنا إن نحن نكون متواصلين مع السودان لأن أصلا مية النيل كما يقال إنها مية نزلة من الجنة فمية نزلة من الجنة معناه إن نحن تواصل رباني وعلى مر الدهور والعصور يبقى للدبلوماسية الشعبية دور مهم في ترسيخ عرى التواصل والتداخل بين الأمم والشعوب وإن اختلف الزمان وتبدل المكان الحركة التجارية والسياحية والاجتماعية تصل أعلى مستوياتها بقدوم هذا الناقل الذي يمثل قمة التلاقي بين الشعبين السوداني والمصري أحمد هلالي أشروق الولايات الشمالية الميناء النهري وادي حلفة